السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 16 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 57 دقيقة من مساء يوم الغد الأحد لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 18 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد القمر الآن موجود في الدلو فعشان هيك التأثيرات تأثيرات برج الدلو رح تأثر على جميع الأبراج بهاي الصفات بنشعر اليوم أن بحاجة ملحة للتغيير الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق أو تجربة طريقة جديدة للحياة بيميل الناس من حوله للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة تغيير مظهرنا أو قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بتجعلنا هاي الزاوية هيك نشوف المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متأيقضين من نفقاتنا بنتجنا ونتجنا بالإفراط في الأكل لأنه هذا الشيء ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم ممكن يتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وهيك بتكولنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين كثير دون أن نشعر بذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي أنه نراجع طبيبنا عندنا بطة الساق، الكاحل، الساق، وتر العرقوب، عضلات الساعد وهرمنات الغد الدرقية طبعا بالنسبة لهذه الأعضاء ما بنصح عمليات جراحية لإلها أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشاكل بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة مناسب برضو اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه يعني يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج الدلو حكينا أنه خلو المسار رح يكون يوم غد يوم الغد الأحد بيبدأ الساعة 12 و3 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش وبيستمر لغاية الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر الهلال عمره 4 أيام في تمام الساعة 47 دقيقة صباحا منبلش باليوم الخامس، تنصير 5 أيام، نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحس بنسبة 50% القمر في الدلو حتى يوم 17-12 منتحس الآن بنسبة 40% ساعات الصباح منتحس بنسبة 25% ساعات الظهر منتحس بنسبة 50% أما ساعات العصر بترجع نسبة النحوس إلى 25% عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 23-12 بعدين بده يرجع لورج القوس، سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 منتحس بنسبة 40% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا بشكل كبير وبرضو بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء سعيد مع بعض الأصدقاء أو اتصال حتى وبتقدر اليوم تطلب المساعدة من أشخاص بتعرفهم وبرضو ما تتردد بتقديم المساعدة لا أحد الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد لأنه مكاسبك اليوم بعلاقاتك الاجتماعية حاول أنك تخرج للقاء الناس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين وادفاع عن سمعتكم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا اليوم برضو ممكن ينجزوا ويقدموا أشياء ممتازة أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئة ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية يعني برضو حاول أنك ما تشوه سمعتك بتصرفاتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات والاستراد والتصدير والأوراق والمعاملات القانونية ممكن اليوم تشارك في حملة أو ورشة عمل وبرضو بتشتد رغبتكم في التقرب ومن أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة يعني الأجواء إجمالا لطيفة وهذا الشيء يعني رح يعطيك دفعة ممتازة اليوم بالحضوض عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية لأنها فترة مثمرة على جميع الأصعدة بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه اليوم التركيز رح يكون عليه بنك ضريبة تأمين من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة لازم تدقق بالتفاصيل ما بينسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر اليوم موجود مقابلكم تماما صحيح أنه بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم جيد للمصالحات ما بين الشركاء سواء شركاء مال أو عاطفة حتى المصالحة ما بين الأزواج بظل برضو هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات لأنه ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم يعني بيبدأ العمل بالتراكم تدريجيا اليوم التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكو تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ولا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصة من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مميز جدا بالنسبة للك بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي الفترة فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة لأن الظروف اليوم ملائمة للمغازلة المصالحة تكرار المحاولات التقارب مع الأحبة وحتى ممارسة الهوايات والترفية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التركيز اليوم رح يكون على البيت وعلى العائلة بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم تجد تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية ولكن ضبط النفس والأعصاب مطلوب وحاول أنك ما تكبر المشاكل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس قوس اليوم نشاط عالي جدا رح يكون موجود عندكم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات يعني اليوم حتى على المستوى العاطفي ممتاز جدا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم مش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمعن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي اتفاعل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتبدأوا اليوم نشاط أعلى من يوم أمس هذا اليوم أفضل من الأيام الماضية بيعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية بحل الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم بسيطر عليكم التعب لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير أهم شيء أنه ممكن يعني تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر